السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد فرج من قناة محمد السيديو ان شاء الله النهاردة في درس جديد من الدروس الخاصة ببرنامج الفوتوشوب كلنا عارفين ان برنامج الفوتوشوب بينزل معا نيورال فلتر اللي هو بيعتمد على الذكاء الاصطناعي وطبعا ما بيشتغلش على معظم الناس اللي هي ما عندهاش نسخة اصلية من شركة ادوبي وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نعرف ازاي ننزل النيورال فلتر على النسخة اللي هي غير اصلية وان شاء الله هقوله كمان تقدر تشيل الشاشة اللي هي بتظهر ان النسخة بتاعتها غير اصلية ولازم تشتريك او بعد سبعة يم حتقفل من على فوتوشوب وعلى الليستريتور وهي تقريبا بتظهر على البرنامج الفوتوشوب فقط لان انا على حسب علمي واستخدامي للبرامج الاخرى ما بتظهرش معها قوي هم بيرخموا علينا في الفوتوشوب والليستريتور فانا هقول لكم ده كله ان شاء الله وقبل ما اقول لكم ازاي تعملوا الحاجات ديات ما تنساش طبعا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك عشان ان شاء الله يوصل على كل جديد في عالم تصميم المنتجات والعبوات يلا بينا تعالوا بقى نبدأ مع بعض كده نشوف ازاي ان احنا نقدر نفعل الفلتر النيور الفلتر على الرجوع ي Liu Wizard اول حاجة لازم يكون عندي برنامج فوتوشوب طبعا الاصدار ثلاثة وعشرين او اتنين وعشرين مش هتفرق معايا لكن انا هاشتغل على الاصدار تلاتة وعشرين طبعا عشان تعرف الاصدار اللي عندك من قائمة وتبدأ تشوف عندك ستلايا عندي الاصدار اربعة وعشرين طيب ولازم يكون عندي حاجة تانية اللي هي ادوب كلاود. الطريقة اللي انت شايفها ديت لازم يكون مصطب عندك على الجهاز. فيه ناس هتقول لي اه طيب ما احنا لو بننزل ادوب كلاود بيحصل ان البرنامج عندنا بيقفل. انا هقول لك الحل بتاع المشكلات دلوقتي. حتى لو ادوب كلاود مصطب على الجهاز. تمام? لحد دلوقتي تمام احنا هنقفل خلاص كده. احنا كل محتاجين ومحتاجين ان احنا نحط بعض الملفات اللي موجودة في المسار الخاص بآ ادوبي. لان انا لو جيت على الفلتر واخترت بالطريقة ديت حبس الاقي الفلتر بيفتح معي. وهلاقي عندي كل الحاجات دي موجودة. لكن لما باجه هسطب منها اي حاجة ما بتسطبش. بيديني خطأ. اي حاجة هسطبها. ما فيش اي تسطيب. فانا محتاج ان انا احط بعض الملفات عندي في المسار اللي هنشوفه دلوقتي. ده الفولدر اللي انت هتلاقيه في الوصف. وهتقدر انك تستخدمه. اول حاجة تعالى نضغط على الملف الانفو اللي انت شايفه قدامك ده نفتحه عشان نشوف المسار بتاعنا. ده المسار بتاعنا. المسار بتاعنا هنبدأ نشتغل عليه ازاي? مبدئيا لازم اول حاجة نبدأ ان احنا نظهر الملفات المخفية. طبعا من قائمة ونبدأ على شو هنا ونبدأ نقول له هنا. نبدأ ان احنا نفعلها عشان تظهر عندي. المسار اللي عندنا بقول نفتح فيه السي ومن السي بنبص عليها حاجة اسمها اليوزر بروفيل. اليوزر بتاع الجهاز بتاعك. وده بنلاقيه في كلمة يوزر. وبعد كده نبدأ نختار اسم الجهاز بتاعك ودايما بتلاقيه الملف التالت من بتلاقي اسم الجهاز بتاعك. حسب الاسم اللي انت مسميه بنبدأ نفتحه. بعد كده بنشوف حاجة اسمها وطبعا آآ دي هتظهر معاك في حالة ان انت فعلت الملفات المخفية. لانه فولدر مخفيت. بعد كده بنخش على آآ رومينج. ادوبي. بعد كده بنختار الملف يو اكس بي. يو اكس بي. بعد كده بنختار الملف ده. بعد كده هنلاقي الملف اللي هو اربعة وعشرين. كل اللي هنعمله ان احنا هناخد الملف ده كوبي. ونفتح الفولدر ده. ونبدأ ان احنا هننسخوه في الداخل. طيب لحد دلوقتي تمام. لو احنا فتحنا الفوتوشوب ممكن نقفله ونفتحه تاني. بعد ما فتحنا برنامج الفوتوشوب من دوره جديد. آآ يفضل طبعا انك تعمل رستارت للجهاز آآ يفضل يعني. آآ بعد ما تعمل رستارت للجهاز لازم تتأكد ان الادوب هنا فاتح بالطريق ديت. او عيكون الادوب مش مفتوح بالطريقة ديت. مش هينزل معك او مش هتنزل معك الفلاتر. تمام? بعد كده بنفتح الفوتوشوب بعد ما يكون الادوب مفتوح بالطريقة ديت. بنشغل برنامج الفوتوشوب وبعد كده نفتح ملف جديد. عشان نشوف عندنا الفلاتر راح تشتغل ولا? بنخش على ونبدأ ان احنا هنلاقي دي مش هتيجي الا ازا كان الادوب من تحت شغال. نختار اي حاجة من ديته نبدأ نعمل داو اللود. هنلاقي الدولود معانا مش هتغال. تمام? طيب مش هتغال ليه? لان احنا لازم نقفل الفايروول ونعمل آآ فايروول للبرنامج ده ما ياخدش من الانترنت. تمام? تعالوا نشوف حاجة زي كده. اول حاجة نخش على الفايروول. قلو ترن اوف ترن اوف. بعد كده نخش على ترن اوف ترن اوف اوكي. بعد كده ندخل على وعندنا حاجتين. عندنا الان والاوت. الان اللي هو بقول لي اللي داخل على الجهاز من الانترنت والي طالع من الجهاز بتاعك ريها الانترنت. احنا عايزين نعمل بلوك للبرنامج الفوتوشوب. من على الان ومن على الاوت. طيب من على الان بنعمل على الان عشان طبعا اي حاجة ينعمل على بتختلف الشكل بتاعها. نعمل على الان. ومن الان بنقول له احنا عاوزين نعمل رول جديدة. بعد كده نبدأ نقول له الرول اللي احنا هنعملها ممكن تعمل انت عاوز تعمل على وممكن تعمل انت لاتحدد. تمام? فاحنا هنقول له اعمل لنا بعد كده بقول لي اه هتعمل على كل البرامج ولا هتحدد مسار بقول له انه عاوز احدد مثار. وبعد كده اختار البتائب. وبعد كده اختار الايكون الخاصه بال爆وتوشوب. وبعد عمل كده اقول لي البروتوكل مش تعدل حاجة. واقول له اقوله لك انت هتعمل على كل الايبهات치 اللي داخله او ممكن تحدد ايبهات معينة. فانا بقول له على كل الايبهات. بعد كده اقول له اعمل لي بلوك. واعمل له على كل حاجة او او اقول له او كيه. واسميه هنا فوتوشوب. تمام? بعد كده برجع تانية عال او اتو اعمل نفس الفكرة اقول له برضو كنيو. وبعد هنا اقول له تالي. احدد المسار. طيب. اللي احنا بنعملو ده يا جماعة في حالة انك ما كانش عندك انت على الجهاز. يعني ده الاساسي او الخام بتاع الويندوز. اللي احنا بنشتغل عليه. في حالة ان كان عندك على الجهاز لازم تقفل الحاجات دي مين على الفيروس? مش هعمل الطريقة دية لان الفيروس اللي موجود عندك على الجهاز هو اللي بيمسك اللي موجود على الويندوز بيلغيه وهو بيمسك مكانه. فانت لازم تعمل على اللي موجود على الجهاز. وهناخد طبعا طريقة ازاي نعمل حاجة زي كده على اللي موجود عندك على الجهاز. لكن احنا دلوقتي خلاص خلصنا آآ نعمل وبعدد نفس النظام نعمل نفس الخطوات ونعمل برضو وبعد كده نعمل نفس الخطوات دي احنا هنكررها على عشان ما تظهرش الرسالة عليه. تمام? يبقى انا بقى عندي هنا في وفي تمام? في حالة انا حبيت الغي بعمل وبعد كده بقول له تمام? انا مش بحتاج الغي دلوقتي خلاص? طيب لحد دلوقتي تمام ما فيش اي مشاكل خلاص. كله انا اعمله. يام اعمل رستارت يام انا اشغل برنامج الفوتوشوب واشوف كده ايه اللي هيحصل. وابدأ ان انا هدخل على الفلتر. آآ اسف. طيب. ابدأ خش على الفلتر. وابدأ ان انا هحاول اعمل دولود. هيعمل معي دولود زي ما انت شايف دلوقتي ويسطب معي اي فلتر موجود. تمام? دلوقتي انا الادوب كلاود عندي شغال مش هيأثر معي على برنامج الفوتوشوب لان انا عملت له بلوك. تمام? طبعا هو هنا بقول لي مفيش فيس موجود بس اي حاجة انا محتاجة هسطبها هتتسطب بالطريقة اللي انت شايفها دي. اي حاجة هتنزل تنزل عادي. تمام? طيب. ولازم عشان اشغل الفلتر دي لازم يكون الادوب كلاود عندي مفتوح بالطريقة اللي انت شايفها دي. مفيش لحد دلوقتي مفيش مشاكل. تعالوا بقى نشوف لو انا عندي على الجهاز اقدر ان انا اعمل الكلام ده ازاي? لانه تزا ما احنا قلنا? انه هو هيبدأ اللي ما بينزل بيقفلي الفايرول في اي قيم ماتخدها في الفايرول اللي على الويندوز بيلغيها. ما بتستخدمش يعني مش هيقفل اي حاجة. بيفتحها كلها. طيب. حتى لو موجودة. حتى لو انت روحت لديها موجودة ومش موجودة في الانتفايروس ما بيحسبهاش. لان هي اصلا بيكون الفايرول بتاع الويندوز واقف. طيب تعالوا نشوف حاجة زي كده تتعمل ازاي? انا دلوقتي عندي الجهاز بتاعي عندي السيمانتك اللي انت شايفه ده. لو انت ضغط عليه طبعا كل واحدة لحسب اللي عنده. ولكن تعال ان احنا آآ نشوف آآ انا هعمله ازاي هنا وكل واحد حسب الطريقة بتاعته. انا بضغط ضغطين وبخش على الاعدادات بتاعت السيمانتك عندي بالطريقة دي. اي برنامج انتفايروس بتلاقي فيه حاجة اسمها اللي هي الشبكة. لو انت خشيتها بتاعها بتلاقي حاجة اسمها او اللي هي بتاعت الفايرول بتبحس عنها في الانتفايروس بتاعك. لما بتضغط عليها بيبدأ ان هو يقول لك ايه برضو نفس النظام عندك الانبوت والاوتبوت. بالطريقة دي انت شايفها دي. بقول لي الرولز اللي عندك اهي. انت عايز تعمل ايه? فانا بقول له طبعا انا عامل هنا مكارية هنا بس انا بقول له انا عاود اعمل اد. ضيف لي رول. الرول دي هتسميها وليكن اي برنامج. وليكن مسلا فوتوشوب. تمام? هو بقول لي انت عاوز تعمل ايه الاكشن اللي انت هتاخده? انت عاوز تسمح له تسمح للي ده يدخل ولا تعمل له بلوك. انا بعمل له بلوك. وبلوك على كل الشبكات اللي موجودة عندي. تمام? وبعد كده بعمل له اوكي. طبعا لو انا دخلت هنا كده بص على الموجود نفس اللي موجود في الويندوز. طبعا انا حتلا يبقول لك انت عاوز تحدد اي بي شان انت عاستستخدمه اللي انت هتعمل عليه. الشغل ده ايه هو? فانا بقول له هنا استعارض لي الشغل بتاعي. وببدأ ان انا اخش مسلا على السي. هنا وبقول له هنا من السي على ادوبي وببدأ كده اختار عندي برنامج الفوتوشوب. الكلام ده طبعا هيطبق على عادي. يعني اي برامج من برامج او اي برنامج انت عاستعمل له بلوك ما وصلش للانترنت. هيكون بالطريقة دي. بختار الفوتوشوب بالطريقة اللي انت شايفة دي. تمام? بعد كده بابدأ اقول له اوكي. هنا بينزل لي زي ما انت شايف الفوتوشوب اللي موجود هنا وبيكون عندي بتاعه معمول له بلوك. في حالة ان انا شلت الصح من علي من هنا. انا سمحت له ان هو يكون شغال. انا كلنا هعمله ان انا هبدأ ان انا ادلته ومش محتاجه. فانا انا اقول له هنا ده اعمله دلت له ان انا اعمل واحد تاني فوق. اهو. موجود. تمام? خلاص. بالتالي اي انتفيرس موجودة على الجهاز لازم تعمل به الحركة دي. حتى لو انت عامل جوة في في مش هيشتغل. تمام? اوكي? خلاص كده انا كده انتهيت من اللي موجود. وبكده اكون قدرت ان انا اشغل الفلاتر. وطبعا عشان الفلاتر تفضل شغالة واقدر استخدمها لازم يكون عند انترنت ويكون لو شغال بالطريقة دي. لو عظبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغف على زر اللايك عشان يوصلها في كل البنيت في عالم تصميم المنتجات. واشتركوا ان شاء الله في درس قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.